بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه بارك الله فيكم إخواني في الله نأخذ درسا الليلة في عمدة الأحكام ونحن في باب الجمعة قرأنا بعض أحاديث في هذا الباب قال رحمه الله تعالى مع نبيه رادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنسد يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوته رحمه الله صلى الله عليه وسلم قال if you say to your friend be quiet answered أسكوت ما على الاستماع if you say to your friend if you say this والإمام يخطب يوم الجمعة والإمام يخطب وأن إمام is given a khutbah فقد لغوته وَأَلَّغُ يُذْهِبْ الْأَجْرِ أَجْرِ الْجُمْعَةِ وَأَلَّغُ إِخْوَانِ هُوَ كَلَامْ لَا فَعْدَ فِيهِ أَلَّغُ هُوَ كَلَامْ you spoke and you spoke بدون necessity ونريد أن ننظر يا إخواني في الله if the imam is speaking ما يجوز الْكَلَامْ it's not you choose to speak دون خطبه لَا لَا بُلْمِنْ إِسْتِمَةِ حَتَّى كَانِ السَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْظُرُونِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ سَلَّهُ بَعْدَ فِيهِ they used to look at the khateeep look at the person يَا إِخْوَانِ فَاللَّهِ أَلْيَهُمْ تَدْرُسُونَ وَغَدٍ مُكُنْ تَبْحَثُونَ وَمُكُنْ بَعْدَ غَدٍ تَدَرِّسُونَ today you're studying but tomorrow you might be researching something to gather up some information maybe after that you might be teaching اسمعوا يا إِخْوَانِ إِذَا قَرَأْتَ حَدِيثًا في أي كتاب if you read a hadith in any book reference in Bukhali whether it's muslim you just look and you found this hadith دائمان انظر تحت أي باب هو ارجع 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 إلى الباب ما اسمه هذي ترجع always go back to the name of the chapter بماذا ساقه بخالي فيها بالموتن وعادل إمام بخالي mentioned it at this place ما اسمه هذي تتكرر في صحب بخاري ممكن حديث واحد يتكرر في الكتاب there's the imam muslim repeat the same hadith over and over and over عندك يا عبد الله لا ممكن يذكره تحت باب حبه maybe mention concerning love later on he might mention concerning imam mention again another different chapter نعم there's different things you look at in one hadith نعم فالإمام البخالي يتكرر حديث واحد ممكن ثلاث مرات ممكن ستة مرات نعم وكل مرة يسوق الحديث هو في سلد آخر most of the times it's going to be a home this is a whole number of salad نعم وكذلك لفظ آخر it's going to be a different wording نعم ممكن في موتن يأتي به بكمالي ممكن نحوض الحديث with its total length and another hadith مختصرة and another place and another place the same hadith but summarized short of reading نعم وكل هذا جارس وإمام البخالي يذكر الحديث بماعناه نعم لايس بلافظه هذا جارس إمام البخالي mentions the hadith by the meaning نعم not by the exact wording all the time and إمام مسلم إذا كرر الحديث هو في باب الواحد إمام مسلم if he brings another wording of the hadith he brings it again he brings it again it's all in that same chapter in that same chapter he's just showing the different verses extra word an extra word all a different sentence but it's usually always in that same chapter نعم فَأَيْهُمَ أَصْهَلْ لِلْحِفُظِ يَا رَشَلْ أَيْهُمَ أَصْهَلْ لِلْطَالِقْ أَنْ يَحْفَظِ which one is easy to memorize مسلم لا شاك فَكَانَ الطَّلَابِ أَمْ يُقْبِلُونَ عَلَى صَحِهِ مُسْلِمِ مسلم is easier than imagine imagine you memorize this hadith here over there is the hadith again but it's a different wording but it's a different wording then it comes again it's a different wording again then ثُمَّ يَعْمَدُونَ إِلَى كِتَابٍ يُصَمَّهِ انفِرَادَاتِ الْبُخَارِي يعني هناك a hadith يا أبا فارس متفقن عليه ده حديث متفقن عليه right it's in Bukhari and it's in muslim they would memorize muslim then they would go to a book that has the hadith that's just in Bukhari not in muslim it's about 1,000 hadith but if they memorize muslim يَعْمَدُونَ إِلَهَا بِكِتَابٍ فَيَحْفَظُونَ هَذِي الْعَعَدِيثِ الَّذِي انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِي عَلْمُسْلِمْ يَا رَشَادْ أَنْتْمَائِي نَعَامْ يَا فَإِمْتَهَا يَعْمَدُونَ إِلْهَا فِيَحْفَظُونَ هَذِي الْعَعَدِيثِ لكن مَا جَمْعُوا هَا صَعِيًا they didn't really gather it the imamah what you passed them by all the babes of Bukhari all these chapters passed them by they have memorized all the hadith but they didn't get all the chapters وَثِقْهُ الْإِمَامِ الْبُخَارِي فِي تَرْجَمَتِهِ ما مَأْنَهَا ذَا يَا عَبْدُ الْحَمِيمِ يا أبا أحمد فِقْهُ الْإِمَامِ الْبُخَارِي فِي تَرْجَمَتِهِ لا 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 عفوان عفوان المدرّ الشديد عندك يا أبا مالك فِقْهُ الْإِمَامِ الْبُخَارِي فِي تَرْجَمَتِهِ يا عبد الله ما مال هذا كلام يقول أهل الأغن فِقْهُ في تَرْجَمَتِهِ يا رشاد فِي ايش ما مال تَرْجَمَتِهِ تَرْجَمَتُ عَنْهُ يعني سيرته أَن تَرْجَمَتُ عَمَنْهَا نعم يا أبا يوسف ما هذا يعني؟ فِقْهُ الْبُخَارِي أَن تَرْجَمَتِهِ أَن تَرْجَمَتِهِ أَن تَرْجَمَتِهِ فَحْمَهُ اسْمِ الْإِنَّ أَبْوَابِ وَكَبْهَ فَلَبْهُ انتَرْجَمَتِهُ منه فتح LISA تَرْجَمَتِخِهِ وَكَبْهُ الْبُخَارِنَنا يا إدريس أتماعي فقه في هذه الأبواب يا عبد الحميد أتماعي كم باب تقريباً في صحيح البخائي أربعة ألف باب أحياني يا إخواني يا رشاد حتى تقرأ الشرح قوي قوي استنباطل sometimes you read the chapter chapter this is permissible, this is not permissible this is sunnah, this is mustahat you read the chapter, you go down you read the hadith and you see any relation, no connection between the two until you read the explanation because it's استنباطل it's beyond our understanding فمثلا فمثل هذا فبعدهم بارك الله فيكم انا ما اندي بخاري ولا مسلم ما انه هنالك نعم بعضهم يحفظ نعم يحفظ انفرادات البخاري نحن نعرف ايشو الانفرادات البخاري يا إدريس oh yeah it's a book, it just has بخاري أخرج في كتابه بدون مسلم the hadith that Bukhari brought out by himself is not shared by Muslim some of them memorize all of Muslims then they do Bukhari then they just read the abwaal يتعرف عليه يتعرف عليه هذا طيب هذا طيب فمن سيحفظ البخاري عندنا يصف تحفظ بخاري أنت من البطل من الشجاع من الشجاع من الشجاع برحمن قالوا لا يعني ما قالوا ممكن إن شاء الله لعله وممكن والله أنا كنت أتعسف there are people that came from the match they came to the match I'm there like 10 years I'm there 10 years some people get there 3 years they memorize Ka'an, Bukhari and Muslim like who told you you can do that من أخبرك من أخبرك من سجعك ولكن حقيقة كان في أُناس يسجعهم ليس بمفردي كان أخوه الكبير قد سبقه أمه قد سبقه كان في من يأخذ بيده some people came in 3 years but they had somebody there to show them the way encourage them and tell them what they can do and I didn't have that I didn't have that I didn't have that جائب يا إخواني for now I mentioned that we read this hadith here بارك الله فيكم قرأنا هذا hadith الحديث هو ماذا إذا قلت لصاحبك أنصد يوم القيامة والإمام يخطب إذا قلت لصاحبك أنصد يوم القيامة والإمام يخطب فقد لا قوت if you say to your friend be quiet يوم القيامة when Imam is speaking on Friday and you said something لَقَوْتَ بِمَعْنَا كَلَمْتَ كَلَام فَاضِيًا لا فائدة فيه يذهب الحسنات في الجمعة now we want to look at what what's the chapter بخاري مسلم قال إمام بخاري باب الإنصاد يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قلت لصاحبه أنصد فقد لقا في الجمعة أنك يجب أن تكون بكثة في الجمعة وإمام تتحدث وإذا قلت لك كيف يقول وإذا قلت لك يجب أن تكون بكثة قلت لك نعم تتحدث شيء لا يوجد شيء ذهب أجرها الاجر يصلي جمه اليوم الصلاة ثم يمتز قال السلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينسط إذا تكلم الإمام ينسط إذا تكلم الإمام إذا تكلم الإمام إذا تكلم الإمام كيف إذا جلس الإمام ينسط إلى المنبرة تذكر Gilان إذا تكلم الإمام بين المنبرة هناك سلاح س长 عز أجرار يعلم الإمام ي begging إذا تكلم إلى보 خيobs رت43 على طريق الإشارة يتكلم إلى أجرار هذه أشارات معروفة الأشارة أنا أسأخ أنا إشارة هذه أشارة معروفة نعم الإشارة ليس كلام الإشارة ليس كلام you can point and make a sign I'm telling your kids to be quiet by making a sign كيفة نعم ولكن هذا يجوز إشارة إمام مصري قال باب الإنصاد يوم الجمعة باب الإنصاد يوم الجمعة في الخطة that you have to be quiet نقرأ بعد فوائد من هذا الحديث متى يستفنى الكلام في الخطة هل يجوز للإمام أن يتكلم مع واحد مفردي can the imam speak to one person and can that person speak back to the imam نعم 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 من يقطب بدون منبر فما حصل لما رقى المنبر إش حصل كان كان يقطب عنده عن الجذع نعم فبكى بكى عليه حتى يعني مسحة فهدى نعم البيت يدعى قطرة عند الجذع ما معنى جذع يا عبد الله نعم لأنني ما عرفت إيش الجذع إيش الجذع أصلا ولكن هي الشجرة خاصة أمتماعين الشجرة خاصة أي شجرة نخل أصل النخل نعم أصل النخل نعم اسم ديت palm tree نعم و هي كبيرة نعم كبيرة دخل نعم so المنبر سنة نعم المنبر سنة فبارك الله فيكم نقرأ هذا حديث عن جافر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفوان جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم فقال فقالكم فركع ركعتين get up and pray to ركعتين من تحية المسجد مجد وأجر أقامه النبي أوقف خطبة أوقف خطبة من أجل نبه هذا أمام الملع نعم this can show that the Torah when he comes to the masjid that is why the prophet stopped his khutbah to mention this person that he has to pray no لكن في أثناء الخutbah تأكد تأكد فأشاهد من هذا إخواني النبي خطب يعني تكلم مع أحد الحاضرين وهو أجاب النبي نعم فهذا ليس لا هذا ليس طيب في مثال آخر في حديث آخر وعنتم تعرفونها أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر a man came in the door يوم الجمعة at a door that was right and fanat the member ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب and the prophet is standing and he's speaking فاستقبلا رسول الله صلى الله عليه وسلم he faced the prophet فقال يا رسول الله حَلَكَتْ أَلْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتْ أَصْبُلْ فَدْعُوا اللَّهَ يُغْيثَنَا the animals have been destroyed there's no rain the roads are cut off make dua to Allah that we get rain he spoke to the imam while the imam is speaking is that permissible and have you your jewels no هذا جائد هذا جائد ما لغى فلستجاب له رسول الله جاء ان كان في حاجة لا لكن كان في حاجة هل يجوز لوحد يكلم الخطيب هذا شاهد ما هو الشاهد هذا هو الشاهد هذا الناس كلام العام من كل الانتعليه بس يصبح جاء الله نعم فمثلا ان كان امام يخطب فقال فلما والعاية فيها ولما هل ينبح الامام على مثل هذا يا بعداني لا 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 احيانا اشترك اشترك يقول يقول لا أريد أن أظهر إلى هناك قال النبي صليت فهو الإمام ينظر المصلحة لا ينظر المصلحة ينظر المصلحة نتفى بهذه يا إقواني سبحانك اللهم والحمد إن شاء الله إله 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 شكرا لكم